صخير يا أستاذة معك يا جمال الشبين مساء النور لقيتك ما تصلتش قلت أتصل أنا أيوة بس أنا ما تأخرتش قوي كده أنا قلت أول ما تفتح الظرف وتعرف اللي فيه هتكلميني على طول أه طب حس كده بقى ممكن نفهم إيه اللي حضرتك بعتولي ده بالضبط ده شريك بمليون جنيه أتعابك في قضية عمر أمين هو حضرتك اللي هتدفع لي أتعابي في قضية عمر بهم إن دنيا كلها عارف إنه كنت بقى تبرا عمر زي ابني أه بس القضية لسه ما خلصتش بالنسبة لك خلصت وإن كان عمر اتفق معاك على مبلغ أكبر من كده وده أشكي فيه أنا مستعدة أتفع بارتك جمال بي اسمحي أنا مش فهم حاجة من اللي حضرتك بتقول كلامة واضح يا أستاذة يعني أفهم من كلامك إن حضرتك بعتلي رشو عشان أسيب قضية عمر أمين بلاش ندورناها على إسم اعتبريها زي ما تعتبري بس تعالي نتفق إن عمر غلط ولازم يتفع طمع عن غلطته وخلي بالك كل الأدلة ضده يعني قضية خسرانة تفتكر لو القضية خسرانة كنت أنا حقبل أدفع عنه وتفتكلي إن لو عمر بريد كنت هتخلى عنه أو هقبل ميدفع تمن اللي حصل لبنتي وسيب اللي عمل كده جمال بي أنا عايزتها بحاجة إيه اللي حصل أو إيه اللي حضرتك عرفتم خليك متأكد كده إن عمر هو اللي قتل لينا يا أستاذة أنا عارف إن عمر هو اللي قتل بنتي ومش حسيبه وإنتي مش هتحميه توفر على نفسك وعلي وخدي أتعابك أحسن سلام